سلسلة تمارين الأعداد من صفر إلى مئة وتسعة وتسعين قراءة وكتابة وتمثيلا أولاً أكتبوا بالأرقام الأعداد الممثلة على المعداد أحسنتم صنع يا شطار الإجابة تكون هكذا في المعداد الأول يكون العدد مئة وستة وثلاثون أما في المعداد الثاني يكون العدد مئة واثنين وسبعون وفي المعداد الثالث يكون العدد مئة وتسعة ثانياً أكتبوا العدد المناسب جيد جداً أحبة الصغار في الشكل الأول يكون العدد مئة وسبعة وأربعون وفي الشكل الثاني يكون العدد مئة وخمسة وعشرون أما في الشكل الأخير يكون العدد مئة وواحد وخمسون ثالثاً أكتبوا الأعداد التالية بالأرقام مئة وواحد وعشرون مئة وثمانية وستون مئة وسبعة وخمسون مئة وثلاثة مئة وتسعة وتسعون أحسنتم أحبتي الإجابة تكون هكذا مئة وواحد وعشرون تكتبوا بالأرقام هكذا مئة وثمانية وستون تكتبوا بالأرقام بهذه الطريقة مئة وسبعة وخمسون تكتبوا هكذا بالأرقام مئة وثلاثة تكتبوا هكذا مئة وتسعة وتسعون تكتبوا بالأرقام على هذا الشكل رابعاً أكتبوا الأعداد التالية بالحروف مئة مئة وتسعة وثمانون مئة واثنان وأربعون مئة وواحد وتسعون مئة وثلاثة وثلاثون ممتاز أحباء الصغار الإجابة تكون كالتالي مئة تكتبوا بالحروف بهذه الطريقة مئة وتسعة وثمانون تكتبوا بهذه الطريقة بالحروف مئة واثنان وأربعون تكتبوا هكذا بالحروف مئة وواحد وتسعون تكتبوا هكذا بالحروف مئة وثلاثة وثلاثون تكتب بالحروف بهذه الطريقة خامساً أكمل تعمير الجدول العدد بالأرقام مئة وستة وخمسون العدد بلسان القلم يكتب كيف رقم الأحد كم رقم العشرات كم رقم المئات كم عدد العشرات يكون كم العدد بالأرقام يكون كم العدد بلسان القلم مئة وثلاثة وأربعون رقم الأحد سيكون كم رقم العشرات كم رقم المئات كم عدد العشرات كم العدد بالأرقام يكون كم العدد بلسان القلم كيف سيكتب؟ رقم الأحد اثنان رقم العشرات كم رقم المئات كم عدد العشرات ثمانية عشر العدد بالأرقام سيكون كم العدد بلسان القلم كيف سيكتب؟ رقم الأحد خمسة رقم العشرات ثلاثة رقم المئات واحد عدد العشرات سيكون كم؟ أحسنتم أحبة الصغار العدد بالأرقام 156 ويكتب هكذا بلسان القلم رقم الأحد 6 رقم العشرات 5 رقم المئات 1 عدد العشرات 15 العدد بالأرقام 143 ويكتب بالحروف بهذه الطريقة رقم الأحد 3 رقم العشرات 4 رقم المئات 1 عدد العشرات 14 العدد 182 يكتب بالحروف هكذا ورقم الأحد 2 رقم العشرات 8 رقم المئات 1 عدد العشرات 18 العدد بالأرقام 135 يكتب هكذا بلسان القلم رقم الأحد 5 رقم العشرات 3 رقم المئات 1 عدد العشرات 13 سادساً أمثل الأعداد التالية على المعداد مئة وستة وثمانون مئة وثلاثون مئة وسبعة وستون مئة أحسنتم صنعاً يا شطار الإجابة تكون هكذا العدد الأول مئة وستة وثمانون يمثل على المعداد كالتالي حيث نضع في خانة الأحد ست وحدات وفي خانة العشرات ثمان وحدات أما في خانة المئات أما في خانة المئات نضع وحدة واحدة العدد مئة وثلاثون يمثل هكذا على المعداد لا نضع شيء في خانة الأحد ونضع ثلاث وحدات في خانة العشرات ووحدة واحدة في خانة المئات العدد مئة وسبعة وستون يمثل بهذه الطريقة على المعداد حيث نضع سبع وحدات في خانة الأحد وست وحدات في خانة العشرات ووحدة واحدة في خانة المئات العدد مئة يمثل هكذا على المعداد حيث أننا لا نضع شيء في خانة الأحد ولا نضع شيء أيضا في خانة العشرات بينما نضع وحدة واحدة في خانة المئات سابعا أكون الأعداد التالية تحصل كل من الأطفال الثلاثة على مبالغ مالية قدرها المبلغ الذي عند رامي عدد أحده خمسون ورقم مئاته واحد المبلغ الذي بحوزة سلوى رقم أحده خمسة وعدد عشراته سبعة عشر المبلغ الذي تحصل عليه سامي رقم مئاته واحد وعدد أحده ثمانية وستون جيد جدا يا صغار الإجابة تكون كالتالي المبلغ الذي عند رامي عدد أحده خمسون ورقم مئاته واحد سيكون مجموع المبلغ مئة وخمسون دينار المبلغ الذي بحوزة سلوى رقم أحده خمسة وعدد عشراته سبعة عشر سيكون المجموع مئة وخمسة وسبعون دينار المبلغ الذي تحصل عليه سامي رقم مئاته واحد وعدد أحده ثمانية وستون سيكون مجموعه مئة وثمانية وستون دينار